هالفيديو بعتبره خلاصة نتائج تجارب كتير في عمل الهريسة يمكن انا اكتر واحدة جربت اعمل الهريسة بكل الطرق لحتى استنتجت وتوصلت لتكنيك رائع ورهيب لحتى تطلع معكم الهريسة مرملة بتشهي واطيب بكتير من محلات الحلويات دائما كل التفاصيل بتركلكم اياها تحت بصندوق الوصف لو هاي اول مرة بتتابعوني ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتبعتوا هالوصفة لكل الناس اللي بتحبوهم وهلا يلا نبلش المكونات الجافة سوا رح ابدأ باضافة السميد استخدمت نوعين من السميد الخشن والناعم وكمان رح اضيف شوية من السكر وطبعا عندي هون الباكينج باودر وكمان الباكينج سودا رح اخلط المكونات الجافة كلها سوا لحتى تتجانس وتتوزع ما تستغربوا ابدا من اضافتي نوعين من السميد بس انا جربت الهريسة بكل الطرق اللي ممكن تخطر على بالكم وهالمقادير هي اللي خلتني اتوصل لنتيجة ترضيني يعني هالمقادير نتجت عن تجارب كتير من عندي لحتى اوصل لكم بنتيجة جدا رائعة وهلأ على جنب الطنجرة رح اضيف كوب من السمنة طبعا بامكانكم تستخدموا الحيواني وبامكانكم تستخدموا السمنة النباتي ورح اضيف عليها كوب من الحليب السائل وكمان كوب من القطر او الشيرة طبعا القطر هذا بامكانكم وقت تحضروا القطر للهريسة اضيفوا عليها كوب من القطر لحتى تستخدموا في المكونات هلأ رح اوضعهم شوية صغيرة على الغاز بس لحتى افطرهم مفتورة خفيفة ما بديهم يسخنوا كتير ويصيروا يغلوا لا بس بديهم يصيروا فاترين وتمتزاج المكونات بهذا الشكل اللي عم بتشوفوه بالفيديو وانتبهوا كتير منيح ما لازم تصير السواءل عندي عم تغليه هلأ رح اضيف السائل للسميد ورح ابلش اخلط بواسطة الاسباتيولا او بواسطة اي معلقة متوفرة عندكم لحتى اتأكد انه المقادير متزجت كلها سوا ما رح نعجن ابدا بواسطة الايد بس مجرد تقليب للمكونات بهذا الشكل اللي عم بتشوفوه وطبعا مثل ما قلتلكم مهم كتير ما يكون خليط السائل عندكم ساخن جدا لانه بهالطريقة رح يصير عندكم تكتلات بالسميد ورح تخرب الهاريسة معكم طبعا هاي الطريقة جربت انا كتير طرق وحاولت اضيف كتير تكنيكس على الهاريسة لحتى تطلع الهاريسة مرملة كتير طيب بنفس الوقت طريقة وما يطلع هيك السميد فيها عم يقرش هاي الطريقة وهاي النتيجة احسن طريقة توصلت لها واحسن نتيجة بهاي المقادير لا تغيروا عليها ابدا متل ما عم بتشوفو هذا هو القوام اللي بدي اياه صار هيك عندي القوام جاهز لا هو وسائل كتير ولا هو جامد كتير واستمرت بتحريكه ببسطة السباتيولا لحتى تأكدت انه المقادير متزجت بشكل ممتاز سأستخدم صدر متل تعون ايام زمان دهنته بلطحينية من كل الاطراف دهنته بشكل كتير منيح بلطحينية وبعدين رح اضيف عليه خليط الهاريسة اللي عندي طبعا حاولوا بشكل ممتاز انكم توزعوا الخليط من كل الاطراف يكون بنفس السماكة يعني حركوا الصينية او الصدر اللي موجود عندكم من كل الاطراف لحتى تتأكدوا انه الخليط توزع بشكل ممتاز هلأ رح اقطع الهاريسة متل ما عم بتشوفوا انا رح عامل هالخطوة لحتى ازينها لحتى اعرف وين رح اوضع المكسرات اللي بدي اياها بامكانكم ما تقطعوها بس انا بفضل انكم تقطعوها لانه كتير افضل تقطعوها من قبل الخبيز بتكون محددة شكل الحبات وبيكون اسهل عليكم التقطيع طبعا بامكانكم تستخدموا اي صينية متوفرة عندكم بنفس المقاس بس اذا متوفر عندكم هالنوع من الصواني او السدر بامكانكم تستخدموه وطبعا كمان زينتها متل ما كانوا يزينوها ايام زمان باللوز بامكانكم تزينوها على زوقكم بس متعارف بالهاريسة انه بتتزين بحبة من اللوز او بهذا الشكل اللي عم بتشوفوه وهالخطوة كتير مهمة رح اغطيها ورح اتركها على جنب من ساعة لساعتين لحتى ترتاح ضرورية كتير هالخطوة ومو بامكانكم انكم تستغنوا عنها وهلأ هون بعد ما تركتها لمدة ساعة ونص لحتى ارتاحت رح ادخلها على فرن طبعا الفرن لازم يكون محمى مسبقا درجة الحرارة مية وتمانين لحتى اشوف الاطراف احمرت بعدين رح احمر الوجه شوي من دون ما يحترق معكم وهي هي النتيجة اللي وصلت الها شوفو ادي لونها رائع انتبهوا كتير منيح لانها بتحمر بسرعة يعني ما تتركوها وقت طويل خليكم موقفين جنب الفرن وانتو عام اتحمروها طبعا القطر مكونات وظاهرة عندكم على الشاشة اضافة القطر مهمة كتير لازم تستخدموا كل كمية القطر المتوضحة عندكم على الشاشة وحتى تعرفوا اذا الهاريسة ناشحة عندكم او لا هتلاحظوا انه اول ما تضيفوا عليها القطر تمتصوا بشكل كتير سريع هيك بتعرفوا انه الهاريسة عندكم ناشحة 100% طبعا راح اسقيها بالقطر من كل الاطراف بشكل متساوي لحتى تاخد الحلاوة المناسبة ويمتص السميدة اللي فيها القطر بشكل مناسب الهاريسة بيطلعها وهي سخنة تماما والقطر ساخن كمان لازم اقطرها وهو ساخن والهاريسة سخنة وطبعا مثل ما قلتلكم استخدموا كل كمية القطر الموضحة عندكم على الشاشة بعد ما اضطرتها غطيتها وتركتها من ساعة لساعة ونص لحتى بردت تماما يفضل انكم تتركوها لحتى تبرد لحتى تحصلوا على نتيجة جدا ممتازة متل ما عم بتشوفوا الهاريسة عندي هون صارت جاهزة شوفوا اللون شوفوا الترميل اللي فيها وطعمها كتير طيب بصراحة هالطريقة افخم طريقة للهاريسة بنصحكم كتير انكم تجربوها لانه كتير رح تعجبكم السميد الخشن مع الناعم اعطى الهاريسة قوام جدا رائع قوام مثل المحلات تعوين الحلويات يعني ما بتلاقوا انه رسمي ذيك عم يقرش جوه تمكم وحباته متفتتة بالعكس بتعطيها ترميلة جدا رائعة وهيك مثل ما عم بتشوفوا بيكون خلص الفيديو لليوم بتمنى هالفيديو يكون عجبكم يا ريت لو عجبكم هالفيديو ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب لحتى تدعموا قناتي وكمان بعتولي تطبيقاتكم لها الوصفة ولكل وصفاتي كالعادة على حسابي الانستغرام انا دائما بشوف مسيجاتكم الحلوة وتطبيقاتكم هناك روابط كل حساباتي تاركتلكم اياها تحت بصندوق الوصف كمان اتركولي تحت تعليق حلو مثلكم رأيكم بهالوصفة وشو حابين اني اعمل معكم وصفات على قناتي بالمستقبل كونوا بخير ومع الف سلامة